بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترنت بالتأكيد حضراتكم بالتأكيد خلال الساعات الأخيرة شايفين تطورات جديدة وتطورات سريعة على المستجدات الموجودة في الساحة القروية المصرية ملف تعيين المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة شاهد تطورات غريبة جدا في الساعات الأخيرة خاصة أن في هذه اللحظات اللي بتكلم معاكم فيها هناك اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة بدأ منذ قليل للإعلان بشكل رسمي عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة تطورات سريعة تطورات هريبة جدا شاهدتها أروقة الجبلية منذ ساعة متأخرة في الأمس والنهاردة كان فيها عدة اجتماعات يعني أكيد على مدار الحالة هنتكلم عن تفاصيلها وماذا حدث في مقر اتحاد الكرة في خمسة شارع الجبلية وما هو القادم بالنسبة لمنتخبنا الوطني في ظل تعيين جهاز فني وطني خلال الساعات المقبلة كمان النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري خلاص العد التنازلي بدأ لهذا اللقاء الدوليين النهاردة انتظموا في التدريبات الجماعية عندنا تفاصيل وكواليس والعطات حصرية جدا عن انضمام اللاعبين الجدد في أول مران للأهلي في تواجد اللاعبين الدوليين تحت قيادة مارسي الكولار حلقة فاكة وليس كتيرة تفاصيل مهمة ولكن نكسب وقت معكم ونبدأ على طول بسؤال حلقة النهاردة قبل ما يبقى فيه إعلان رسمي ممكن خلال دقايق ممكن خلال ساعة ممكن بعد الحلقة ولكن فرصة أنتم معنا نطرح هذا السؤال من وجهة نظركم من الأفضل لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة بعد إقالة فيتوريا بشكل رسمي السؤال ده مهم جدا في التوقيت ده لأن النهاردة قدر الإمكان أخذ مساحة أكتر شوية عشان أقرأ تعليقات حضراتكم لأن أكيد نبض الشارع مهم جدا نعرف الناس راهية إيه في هذا الملف في الساعات اللي جاية وإذا تم الإعلان عن الجهاز الفني أثناء الحلقة بالتأكيد برضو فرصة نسمع رأي الناس هل القرار كان ماشي مع رأي الناس في الشارع؟ هل الشارع الرياضي شايف وجهة نظر مختلفة عن المسؤول اللي قاعد على كرسي مجلس دارة اتحاد الكرة؟ ده بالتأكيد أنا ترونه نهاردة عشان كده سؤال حالة النهاردة كان جاي في توقيت مهم جدا مع قرب اختيار المدير الفني لمنتخبنا الوطني خلال الساعات المقبلة ولكن نبدأ بسرعة بأهم العنوان البداية في ترند الأهلي انتظام الدوليين وكمال والزنفلي في التدريبات الجماعية وفي الترند المحلي حسام حسن يقترب من تدريب المنتخب وأخيرا اتحاد الكرة يغلق القيد الشتوي لأنديت الدور الممتاز طيب نروح بقى بسرعة لمباريات اليوم والنهاردة في جولة كده من المباريات المهمة خاصة جأس أمم أسيا مرحلة الدور النصف النهائي نتمنى يا رب التوفي للمنتخب الأردني الشقيق ولكن نبدأ بمباريات كأس الربطة واللي خلاص في الجوالات الأخيرة نهاردة مباراة نصف النهائي بدأت منذ حوالي نصف ساعة طلع الجيش مع المصري والساعة سبعة ونصف الاتحاد السكندري مع سيراميكا كيليو باترا كأس الأمم الأسياوية وفي هذه اللحظات انطلقت مباراة الأردن مع كوريا الجنوبية كل التوفي يا رب للمنتخب الأردني الشقيق في الفوز على كوريا الجنوبية والتأهل إلى نهائي كأس أمم أسيا بيقود الأردن مدرب مغربي قدير وكبير الكابتن حسين عمود طيب نروح لكأس ملك إسبانيا وفي الساعة العاشرة من مساء اليوم أيضا في مباراة ما بين ريال مايوركا مع ريال السوسيدات كل يستعد بقى بقرة بالتأكيد عندنا مباراتين مهمين جدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية نيجيريا جنوب إفريقيا كوديفور والكونغو الدموقراطية وبقرة في طاق مصر بقرة أمين عمر هيدير مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا نخرج لفاصل ثم نعود بعد الفاصل لأنه عندنا كواليس وتفاصيل مهمة جدا عن الساعات الأخيرة في اختيار مدير فن وطني للمنتخب الوطني وماذا يحدث في تدريبات الأهلي استعدادة لمواجهة شباب بلوزداد في هذه اللحظات وأنا معكم على الهواء مباشرة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة متواجدين في مقر الاتحاد في الجبالاية للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا بعد عدة اجتماعات تمت على مدار اليوم منذ الصباح البكر مش عايز عمل فلاش باك عايز أبدأ معكم من كواليس اجتماعات النهاردة النهاردة المفروض فيوتشر متواجد فيه الأسكندرية عنده معسكر لأنه بيستعد لبطول التكأس الكونفيدرالية خلال أسبوع عشر تيام وعندهم رحلة سفر إلى جنوب إفريقيا فجأة كابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن مش متواجدين في المعسكر ونزلوا للقاهرة كان عندهم عدة اجتماعات بخصوص فكرة تدريب المنتخب الوطني اللي اتدت تطلع من إمبارح على السوشيال ميديا والناس تقول إيه رأيكم ما نجيبشوا مدرب أجنبي ممكن نجيب مدرب وطني فعلى طول وطيرة الأحداث كانت سريعة كلام اتصرب من إمبارح بالليل فجأة النهاردة الصبح كابتن حسام كابتن إبراهيم تركوا مع أسكر فيوتشر وعملوا عدة اجتماعات النهاردة صباح اليوم مع المسؤولين عن الكورة في مصر عشان يشوفوا المرحلة اللي جاية أفكارهم توجهاتهم بالنسبة لتدريب المنتخب بيفكروا ازاي هيشتغلوا ازاي مين ممكن يكون في الجهاز المعاون ايه هي الخطة اللي ممكن الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب يشتغلوا عليها الفترة اللي جاية كلام كتير بقى طلع على المواقع وفي السوشيال ميديا ومن مواقع كبيرة ان حصل اجتماع للكابتن حسام والكابتن إبراهيم مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ده كلام اتكتب ولكن مفيش بيان رسمي عن هذا الاجتماع طلع انا دايما بتعامل مع البيانات الرسمية ولكن هناك معلومات قيلت ان هناك اجتماع تم صباح اليوم ببين وزير الشباب ورياضة مع الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن وقيل ايضا ان هناك جلسة جمعة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن مع مجلس ادارة اتحاد القرى برئاسة الاستاذ جمال علام ومن حوالي نصف ساعة او ساعة اعلن الكابتن حازم امام عبر العديد من المواقع بشكل رسمي عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ده تسلسل الاحداث اللي حصل من البرح بالليل لغاية النهاردة يوم الثلاثاء ولكن هل ده اللي كان بيفكر في الاتحاد لا هل ده الخطوات اللي الاتحاد اعلن عنها بشكل رسمي لا هل الاتحاد كان بيفكر في مدرب وطني لا اي تساؤل هتسأله دلوقتي اجابته هتبقى لا طب ايه اللي حصل الاجابة عند المسؤولين عن ادارة القرى في الاتحاد هم اللي يقولوا ده ايزا قالوا ده ايزا قالوا ولكن انا بتعامل دايما مع البيانات الرسمية تعالوا كده نعمل فلاشباك مش كتير مش هرجع اسبوعين تلاتة ولا شهر ولا حاجة ده اول امبارح نهاردة التلات هرجع بس هعمل فلاشباك على بيان صدر يوم الحد الفلاشباك ده على قرار كان صدر من اتحاد القرى بتوجيه الشكر ليروي فيتوريا وجهازه المعاون بتاريخ امتى اربعة فبراير عشرين اربعة وعشرين اول امبارح يعني هنا بتكلم بالزبط يعني الساعة دلوقتي كان خمسة وخمسة وخمسة وعشر ما عداش تمانية واربعين ساعة لهذا البيان ما عداش تمانية واربعين ساعة لان البيان ده صدر حوالي الساعة سبعة تمانية بالليل يوم الحد كتبوا في سياق البيان بخلاف توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون قال لك يبقى مع دراسة السير الزاتية للمدربين الاجانب وعرضها في الاجتماع القادم يعني هم قالوا رسميا البيان ده بيار رسمي قالوا هندرس السير الزاتية للمدربين الاجانب ونعرضها في الاجتماع اللي جاي والمجلس قرر الموافقة على تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام لمنتخب مصر الاول لحين اختيار ايه لحين اختيار ايه مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز سبكم بقى من اللي جاي اختيار التين مدربين اللي عمل معايشة خارجية ده كلام ما يأكلش عيش فيش حاجة اسمها اتحاد يطلع مدربين يعملوا معايشة المدرب اللي عايز يشتغل لازم يصرف على نفسه لازم يسافر ويعمل معايشات ويحضر وياخد لايسنس من الكاف من الوييفا من اي مكان فيش حاجة اسمها اتحاد كورة يطلع اتنين يعملوا معايشة يعني فيش الكلام ده اصلا تعيين بقى الكابتن عليها نبيل مدير فني الاتحاد الكورة وكابتن عليها نبيل لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها لسه ما عملش اجتماع مع اتحاد الكورة يعني كمان دلوقتي بيتم اختيار مدير فني للمنتخب دون الرجوع للكابتن عليها نبيل اللي قال في كل البرامج اللي دخل فيها امبارح واول امبارح لسه عاعد مع الاتحاد ونشوف ايه الخطة الفترة اللي جايه بس الكابتن عليها بيدعم فكرة اختيار المدرب الوطني عشان برضو نقول التفاصيل كلها كابتن عليها نبيل شايف ان اختيار المدرب الوطني افضل ولكن تبقى لهذا البيان الاتحاد كله عن بكر تقبيه بيفكر في تعيين مدير فني اجنبي وهيدرسه السيارة الذاتية وجابه الكابتن محمد يوسف يوم الحد عشان هيبقى مدرب عام مع جهاز فني اجنبي جاي وقس فجأة البيان ده نحطه على جنب نحطه كده على جنب وقلب الصفحة ونبدأ نفكر في فكرة جديدة ايه هي مدرب وطن انا ما قاليش علاقة مين هينجح او مين مش هينجح انا من صاحب اختيار وما عنديش القدرة الفنية لان انا مش راجل فني اقول الاختيارات دي اختيارات مناسبة ولا غير مناسبة لكن اقدر اقول ايه بقى كدور اعلامي كراجل صحفي او راجل اعلامي الاختيارات بناء على تخطيط لا ليه لا لان البيان ده بيقول كلام عكس اللي احنا شايفينه دلوقتي البيان ده بيقول كلام عكس اللي احنا شايفينه دلوقتي يبقى تخطيط زيرو تخطيط زيرو قرار مفيش يعني ايه قرار مفيش يعني اللي قد عالترابيزة واللي بيقود القورة في الاتحاد ما عندوش قرار بدليل انه قال قرار ورجع فيه يبقى بالتالي ما عندوش قرار بدليل كمان ان القرار ده او البيان ده لما طلع طلع بالاجماعة طلع بالاجماعة وانا سألت انبارح كمان بعد الحالة انبارح فتحت هذه الجزئية وسألت هل مجلس دارة الاتحاد كان متواجد بالكامل ولا حصل تغيب لعدو او عضوين وهل في اعذار في حالة التغيب ولا لقى يتقلل ان المجلس كله قرار حاضر فبالتالي البيان ده لما صدر صدر بناء على اتفاق اتفاق المجلس بالكامل على هذا القرار يبقى بالتالي تغطيط زيرو قرار مش موجود والحاجة التالتة فكرة السيارة الذاتية انت قلت في البيان هدرس السيارة الذاتية طيب يمكن السيرة الذاتية للكابتن حسام حسن اللي هيتم اعلانها بعد قليل نتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله لو تم الاعلان بشكل رسم انه هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني بصت على السيرة الذاتية من 2008 لغاية 6 فبراير 2024 لقيت مرحلة تدريبية كبيرة مع العديد من الاندال مصرية وتجربة وحيدة مع منتخب كان المنتخب الاردني طبعا انتو عارفين دلوقتي اول ما يتم الالان عن الكابتن حسن حسن كل الناس هتستعرض السير الزاتية والمشوار التدريبي نجح ما نجحش نتائجه كانت ايه ايجابية ولا سلبية ده ده شيء طبيعي شيء منطقي وعلى فكرة الكلام ده مش بيقلل من اي حد بس لو عايزين نشتغل بعلم ونخطط اكيد الاختيار مش هيبقى بالشكل ده لو احنا هندرس السير الزاتية بجد وهديكو امثلة لان البعض ممكن يقول لي انت بتتجنع على مدرب ممكن محقاش نجاحات ممكن ينجح مع المنتخب وارد يحصل على فكرة كده ولكن انا دايما بحب اشتغل بالعلم والعلم بيقول ايه تبدأ تشوف الخطوة اللي انت مقبل عليها هل خطوة ايجابية ولا خطوة مش ايجابية هل الشارع هو اللي بيحرك الفكرة انك تختار مدرب وطن ويبقى كابتن حسام ولا حد تاني بديل لكابتن حسام انا من اول يوم قلت هنا انا مش هتكلم على فكرة ادعم فكرة المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي ده مش دوري ولو كل واحد قد دوره في الملفات اللي زي دي والله العظيم النتيجة هتبقى ايجابية جدا لو كل واحد قد دوره النتيجة هتبقى ايجابية جدا ولكن كابتن حسام حسن من 2008 إلى 2009 كان مع النادي المصر من 5 مايو 2009 إلى 29 نوفمبر 2009 كان مع المصر للاتصالات من 30 نوفمبر 2009 إلى 13 سبعة 2011 كان مع نادي الزمالك مسك الإسماعيلي من 8 تمانية 2011 إلى 28 تسعة 2011 يعني نتكلم بالزبط في حوالي شهر وثلاث أسابيع مسك المصر من 1 أكتوبر 2011 إلى 26 اتنين 2013 ودي أكبر فترة اشتغل فيها مع النادي المصر ما حققش بطولة ولكن حقق نتائج جيدة كسب فيها مباريات على الأهل وعلى الزمالك مسك فترة كده حوالي 4 شهور مع مصر المقصة من 27 فبراير 2013 إلى 24 يونيو 2013 تولى تدريب الأردن من 25-6-2013 إلى 29-7-2014 وكان على مشارف التأهل لكأس العالم في البرازيل كأس العالم في البرازيل والمنافسة على نصف مقعد ما بين القرية أسيا مع قرية أمريكا الجنوبية وخسر من أرجوي ولم يتأهل مع المنتخب الأردني إلى كأس العالم ثم تولى المسئولية بعدها بالضبط بأيام قليلة جدا من 37-2014 لـ 26-10-2014 3 شهور بالضبط مسك فيهم نادي الزمالك لم يحقق شيء مسك نادي الاتحاد السكندري من 27 أكتوبر 2014 تاني يوم مساب الزمالك على طول مسك الاتحاد السكندري لمدة حوالي يعني 9 شهور لغاية 26-7-2015 في نفس التوقيت لما سابق الاتحاد السكندري مسك المصر من 26-7-2015 لـ 28-10-2018 3 سنين كسب فيها مباريات كان منافس قوي جدا ولكن لم يحقق أي بطولة ثم تولى بيراميدز بعد ما ترك المصري يعني بأيام قليلة جدا من 29 أكتوبر 2018 لـ 26-1-2019 ما كملش 3 شهور بعدها راح سموحة ثم الاتحاد السكندري ثم المصري وعندي هنا نقطة غريبة جدا آخر مهمة قاد فيها الكابتن حسين فريق كانت فريق نادي المصري يوم 31-8-20-22 يعني آخر مرة كان بيقود فريق 31 أغسطس-20-22 ثم تم تعيينه مديراً فنية لمدرن فيوتشر يوم 26 يناير الماضي احسب كده معايا من 31-8-20-22 لـ 26 يناير 20-24 يعني بنتكلم في حوالي سنة ونص الكابتن حسام حسن ما كانش مسؤول عن أي فريق أو منتخب ما كانش بيتولى أي مسؤولية فنية بعد ترك المصري في أغسطس 2022 إلى أن تولى تدريب فيوتشر الأسبوع اللي فات 26 يناير 20-24 والنهاردة 6 فبراير يعني بالضبط ما كملش 10 تيام مع فيوتشر والقرار المفروض هيطلع خلال ساعات بتعيينه مديراً فنية لمنتخبنا الوطن دي السيرة الزاتية ممكن ينجح طبعاً وارد جداً ممكن ينجح ولكن طبقاً للأرقام الأرقام ليست في صالح الكابتن حسام الأرقام ليست في صالح الكابتن حسام الناس تقول لي طب ما تدي أمثلة على مدربين كانوا مسكين منتخبات وأندية قبل كده وحققوا نجاحات لما مسكوا المنتخبات ولا لا أنا هديكم مثال ومثال مش بعيد الكابتن وليد الريكراكي المدير الفني للمنتخب المغربي تولى تدريب المنتخب المغربي في قرار كان مفاجئ للجميع لأن الكابتن وليد الريكراكي جيب بعده مدربين كبار جداً كانوا بيتولوا تدريب المغرب خليل وزيتشيو وهيرفي رونار ومدربين كبار جداً والمغرب تولى تدريبه أب كده هنري ميشيل يعني المغرب كان بيتجيب دايماً مدربين أجانب عندهم مستوى عالي يعني وكانوا دايماً بيتأهلوا الكاس العالم معهم ما بيحققوش حاجة في كاس الأمم ده تاريخ المغرب دايما كده من زمان ولكن كانوا بيروحوا كاسعالة ولكن لما تم اختيار مدرب وطني كنجم مغربي وليد الريجراج وعلى فكرة وليد هو نفس المرحلة السنية اللي كان بيلعب فيها مع المغرب والكابتن حسين كان بيلعب فيها مع منتخب مصر هي هي نفس المرحلة السنية اللي كان فيها جمال بالماضي مع منتخب الجزائر يعني لو بترجع كده لفترة التسعينيات وبداية الألفية مباريات مصر مع المغرب مع الجزائر هتلاقي الكابتن حسين كابتن منتخب مصر وفيه جمال بالماضي كابتن منتخب الجزائر فيه وليد الريجراجي أحد نجوم المنتخب المغربي فهو نفس الجيل ولكن لما جمال بالماضي خرج وخاد طريقه في سلك التدريب حقق حاجات حقق لما قاد منتخب الجزائر كان حقق حاجات كويسة وكان بيشتغل في قطر وكان بيشتغل في قطر وحقق نتائج كويسة جدا وبالتالي لما تم اختياره للجزائر كان فيه سيرة زيتية تسمح لاختياره وحقق كأس الأمم الإفريقية فشل فيما بعد بس عمل بطولة وليد عمل ايه؟ فاز بالدور المغربي مع الفتح الرباطي فاز بالدور المغربي مع الفتح الرباطي فاز مع الوداد الرياضي المغربي بدوري أبطال إفريقيا فبالتالي لما تم اختيار مدرب وطني صغير في السن صغير في السن في المغرب لمنتخب بلده أكيد فيه أمور ممكن تستند إليها ولكن التجربة الحالية مع الكابتن حسام تجربة محفوفة بالمخاطر فيه ناس تقول لي ما هو كل ما نجيب مدرب أجنبي يفشل الناس تطلب إن حسام حسن ياخد فرصة ماشي يا جماعة بس أنا نفسي في مرة إن الاتحاد لما يختار يختار بناء على سير ذاتية ويختار ويعمل اجتماعات ويشوف المدربين دون نجحوا في إيه فشلوا في إيه التعامل ما بين المدرب مع اللعيبة هل على مدار المشوار الطويل كانت فيه مشاكل كتير مع العيبة هل قط اللبس بيعرف يسيطر عليها هل بتحصل مشاكل طلع نجوم من الأندية دي ما القصة ممكن ما تكونش بطولات بس بدليل نرجع في لاشباك لألفين وخمسة لما الكابتن أصام عبد المنعم ربنا يديله الصحة يا رب جيه واختار الكابتن حسن شحاتة مدير فني لمنتخب مصر هل الكابتن حسن شحاتة وقتها كان بيدرب الزمالك ولا درب يعني أندية في الدولة وعمل نتائج كبيرة لا بس الكابتن حسن شحاتة كان عنده تاريخ مش كلاعب بس لا كمدرب مع المعاولين العرب صعد بأندية من الدرجة التانية للدورة الممتاز حقق مع المعاولين العرب وهو في الدرجة التانية بطولات على الاهل وعلى الزمالك فالكابتن حسن شحاتة عنده سي في جيد قبل كل ده مسك منتخب الشباب الجيل العظيم اللي هو بعد كده كان مسؤول عنه لما مسك المنتخب الاول هو الجيل ده اللي اتربى على ايده لما كان ماسك منتخب الشباب وخد معهم بطولة افريقيا 2003 الجيل اللي كان فيه مين فاكرين البطولة دي اللي اتلعبت في بركينا فاسو الجيل ده اللي فيه مين يا جماعة فاكرين حسن عبد الربو عماد متعب والرياض كان فيه لعيبة يعني انا مش عايز انسى حد بس يجيل هو اللي كان الاساس اشتغل عليه لما مسك المنتخب الاول فساعتها اختيار الكابتن حسن شحاتة كان ساعتها اختيار كان منطقي على مستوى الانداء وعلى مستوى المنتخبات الراجل نجح هنا ونجح هنا فتم اختيار الكابتن حسن فما كانش اختيار عشوائي ما كانش اختيار الكابتن حسن شحاتة كان اختيار عشوائي عنده سيرة ذاتية تسمح بقيادة حسن شحاتة لمنتخب مصر والولاد اللي كانوا معاواتها في 2003 وانا تذكر طبعا الله يرحمه الكابتن محمد عبدالوهاب كان من النجوم اللي كانت موجودة في هذا المنتخب يعني جيل كان مميز جدا عماد متعب يعني انا مش عايز انسى حدل ان الجيل ده كان في لعيبة كتير جدا على اعلى مستوى منهم استمر في المنتخب الاول وكمل وفي منهم بالتأكيد ما كملشوا انت عارفيني مراحل السينية دي مش كل اللي كانوا موجودين معاك يقدروا يكملوا ليه الفريق الاول ولكن اختيار حسن شحاتة كان بناء على منطق وسيرة ذاتية تسمح له بقيادة منتخب مصر وليت الرجراكي كان فيه سيرة ذاتية تسمح له بقيادة منتخب مصر احنا هنا بنقد دورنا ونقدم النصيحة بنقدم دورنا ونقدم النصيحة وليت الرجراكي مع المغرب نجح وقاد ناديين الفتح الرباطي حقق معاك دوري المغربي والوداد حقق معاك دوري ابطال افريق انا كوني ده لسه ما روحتش بقى للرخص التدريبية مين معاك الرخصة البرو ما انت اخد بالك برضو انت بتختار لازم وانت بتختار تقعرف المدرب اللي هتختاره الرخص التدريبية ايه لان الرخصة التدريبية ممكن تسمح لك انك تقعد على الدكة وتبقى مديرا فنيا ولا تفضل قاعد برا في المدرج لغاية لما تحصل على الرخصة البرو الرخصة التدريبية معيار اساسي مهم جدا من ضمن المعايير وانت بتختار انا بقول هنا اللي بيملي عليها ضميري وانا بتكلم لمصلحة القرى المصرية اختيارات المنتخبات ليست وليدة الصدفة اختيار المنتخبات تأتي بعد دراسة متأنية واعتقد بيان اتحاد القرى كان الحد والاجتماع دلوقتي والقرار بعد ساعات او بعد دقائق هل في 48 ساعة حدثت دراسة اشك هل هناك قرار كان متفق عليهم الحد والنهاردة اناخده اشك لان الكلام كان على مدرب اجنابي ما هو موقف الكابتن محمد يوسف الذي تم تعيينه مدربا عاما لمنتخب مصر هل سيعمل مع الجهاز الفني اللي من المفترض الاعلان عنه خلال دقائق لانه خلاص فيه فيه اعضاف الاتحاد اعلانه عنه بشكل رسمي يعني هل ممكن يبقى مدرب عاما على الكابتن حسام ولا الكابتن حسام عايز الكابتن احمد الكاس دي برضو اختيارات احنا بنتكلم عليها لان الاختيارات دي في النهاية هي مش قصة مدير فني بس لا مدير فني الجهاز المعاون هل الجهاز عنده خبرات كبيرة ولا ما عندهش خبرات كبيرة الجهاز الاداري هل الكابتن حسام حسن او كابتن ابراهيم حسن هيبقى كمسؤول اداري عن المنتخب عنده خبرات في القرى الافريقية يقدر ينظم دلاب العمل الاداري لجهاز المنتخب بعد الفشل اللي حصل في الجهاز الإداري للمنتخب السابق أتمنى الناس تدرس بالشكل ده أنا قلت اللي المفروض يتقال في اللحظة دي عن فكرة اختيار مدرب منتخب مصر لأن انت المفروض عتختار جهاز فني لغاية تصفيات كأس العالم أو كأس العالم عشرين ستة وعشرين عندك سبب من الأجندة الودية في شهر ثلاثة مطشين تصفيات كأس العالم في شهر ستة تصفيات كأس الأمم ست مباريات في تسعة وعشرة وإحداشة الناس مش واخدة بالها أنه فيه تصفيات كأس أمم في شهر تسعة اللي جاي وكأس الأمم تبقى اللي بياني المغرب الصف اللي جاي يعني بالزبط بعد سنة ونص وبعد كأس الأمم عندك كأس عالم في عشرين ستة وعشرين فانت المرحلة دي يا إما تلحق المركب قبل ما تغرق يا إما هتغرق بالكل ده اللي المفروض اللي التحاد دلوقتي وهو بيفكر في الاختيار يفكر بتأني ولو الشرع الرياضي بيقولك وجهة نظر لازم تدرسها مش لازم تقررها الناس اللي ما بتقول رأيها بتقولك رأيها وهي مش على الكرسي مش هي درسة ومش شايفة هي ممكن تتعامل بعاطفة ممكن تتعامل بعاطفة وأنا من الناس اللي ممكن أقولك ما الكابتل حسام حسن ياخد المسئولية ويجرب أوكي بس هل التوقيت ده مناسب لي ولا كان التوقيت يبقى أكون قبل كده يعني ممكن توقيت اختيار الكابتل حسام يكون موجود قبل توقيت فيتوريا ممكن يكون توقيت مناسب جدا ممكن التوقيت اللي دلوقتي ده ممكن ما يكونش مناسب ليه الحاجات دي بتدرس على ترابيزة وفيه لجنة فنية وفيه مسؤولين بيعودوا يدرسوا المسألة مش فكرة ان حد يقولك ايه طبعا نجرب عمرها ما كانت بالتجربة يتلحق المركب وهي في عرض البحر ياما المركب هتغرق بكل الناس اللي بتدير بالشكل اللي احنا شايفينه لان انا استعرضت بيان رسمي صدر اول امبارح ودلوقتي بيطلع قرار مخالف تماما لكل اللي كانوا بينقشوه اول امبارح ده اندل على شيء يبدو ان ما فيش تغطيط لأي حاجة نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن كيف يستعد الاهلي لمباراة شباب رزداد الجزائري الذي لم يأخذ اي قصط من الراحة ولعب ست مباراة رسمية في الدور الجزائري خلال فترة توقف الدور المصري واثناء اقامة كأس الامر الافريقية الدور الجزائري كان مستمر ولعب ست مباريات استعدادا لمواجهة الاهلي يوم الجمعة بعد المقبل جميل جدا محمد مجد افشا عايز تغير المود لازم تتكلم مع افشا او تتفرج او تسمع له اي حوار واي حديث تحس جدا ان فيه دروس في التنمية البشرية بيديع محمد مجد افشا على فكرة اللقطات دي كانت في معسكر الاهلي في الامارات وكان متواجد مع ثلاثة من نجوم قطاع الناشئين مازن اسامة ومعتز محمد واحمد عبدين بيتكلم معهم عن القضية والهدف اللي احرزه في مرمى الزمالك في نهاية القرن والجميل كمان في هذا اللقاء وجود الايكونة الجميلة عم حارس عم حارس تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي وبصراحة لما بنشوفه دايما كده بنحس ان فيه تفاول وفيه امل ان فيه حد لسه عنده انتماء للمكان اللي تربى فيه واللي تواجد فيه على مدار اكتر من 30-40 سنة ربنا يديله الصحة يا رب ودايما كده نشوف النادي الاهلي في افضل حال بيذن الله خلال الفترة اللي جاية سريعا كده عشان وقتنا عايز اطرح سؤال كده على السوشيال ميديا انبارح الاهلي كان بلعب مباراة ودية مع نادي سموح المباراة انتهت بفوز الاهلي اتنين واحد ولكن انبارح انا شفت حاجة غريبة جدا اولا المباراة ما تسجلتش ما تزعيتش ما فيش تفاصيل فنية عنها ما فيش تشكيل معلن فيش اي حاجة ولكن انبارح من اول مباراة ما خلصت كل شوية تسمع رأي مختلف ريدا سليم لعب ريدا سليم ملعبش ريدا سليم نزل بديل ريدا سليم مجاش المطش اصلا ريدا سليم لعب الشوت التاني لا ريدا سليم مجاش غالص مش ممكن يا جماعة مش ممكن هي المباراة الرئيلي عشان الجهاز الفني مش عايز يطلع اي تفاصيل عنها للمنافس هل المنافس هيفر معاه ريدا سليم متواجد ومدلسة متواجد اللعابة جديدة متواجد اه طبعا نيفر معاه زي النهاردة كده احنا جايبين كل مباراة شباب بالوزداد وانتكلم عليها فبالتالي فكرة اللي انت تحاول عايز تجيب خبر بس مش متأكد منه فنعلم فالجمهور اللي قاعد وبيقرأ او بيتفرج او ماسك موبايل وبيشوف النتائج او بيشوف اي اخبار على السوشيال ميدي يقرأ النهاردة خبرين ريدا سليم لعب ريدا سليم ملعبش طبعا احنا مش هنقول مين اللي لعب ومين اللعبش بس انا عايز اقول للناس اللي تتكلم في الاخبار واحنا عارفين التشكيل بس حرصا على مصلحة الجازل فان مش هنتكلم على حاجة لا هنتكلم من اللي بدأ أساسي ومن نزل في الشط التاني ولا هنتكلم عن كل التفاصيل دي نخلص المطش وكل وقت ان شاء الله هنتكلم فيه ولكن انا يعني ربنا يكون منفعون الجمهور بيقرأ في اليوم خبر في كذا معلومة متضربة ودي مثال موضوع ريدا سليم عموما النهاردة كان انتظام اللاعبين الجدد في التدريبات الجامعية عمر كمال عبدالواحد والحارس الجديد محمود الزنفلي يعني انضموا النهاردة حديثا ليه التدريبات الجامعية وطبعا كان فيه لقطة جميلة جدا ترحيب بيهم في ملعب مختار التتش بجزيرة اول ما تنزل ملعب التتش كده تعال بقى نرحب بيه قدامكم هي يمكن ترحيب خفيف وكان فيه ترحيب تيقيل شوية طبعا شايفين حسين الشحات على عمر عمر ما سابوش تعال ارايح فين يعني لقطات طريفة جدا وبتدخلك دايما كده في مود الفريق فانا اتمنى يا رب يكونوا اضافات قوية جدا نتمنى لهم التوفيق يا رب في مستقبلهم مع النادي الالي طبعا العيبة الدولية كانت مع عمر كمال في المنتخب فمش جديد لكن حسين الشحات ما كانش في الكدفور فقال له تعالا رايح فين تعالا فنتمنى يا رب التوفيق ليهم وكانت رحيب جميل جدا قطقليد دايما بنشوفه في ملعب مختار التتشي بالجزيرة طيب فيه تفاصيل بقى عن انضمام الدوليين وفيه تفاصيل عن تواجده النهاردة محمد الشناوي في المران الجماعي واتمئنال الجهاز الفن عليه لانه عنده مرحلة تأهيل خلال الفترة جاية كل ده نتكلم فيه ولكن بعد الفصل طيب النهاردة اول تدريب جماعي اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في كهس الأمم الإفريقية في القدفوار والنهاردة في المران كل اللاعبين الدوليين اللي كانوا مع منتخبنا الوطني انتظموا فيه التدريبات الجمعية وكانت فيه راحة صلبية لكل اللاعبين في الفترة الأخيرة قدامكم هو على الشاشة شايفين رضا سليم عمر كمال عبدالواحد محمد عبد المنعب محمد هاني امام عشور يعني كل اللاعبين الدوليين نقدر نتظموا فيه التدريبات الجمعية شايفين كمان محمود عبد المنع ام قهربة قدامنا كمان هو حسين الشحات الحمد لله يمكننا نقدر نقول النهاردة اكتملت الصورة في تدريبات النادي الآلي الجمعية استعدادا لمواجهة شباب بلزاد يوم 16 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة طيب كمان يمكننا آخر الأخبار المتعلقة بين ضمام الو ديانج اللاعب المالي نجم خط وسط النادي الآلي كابتن خالد بيبو النهاردة قال ان هيعود للقاهرة يوم الخميس بعد انتهاء مشواره مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم يعني ديان كان بيلعب مباراة يوم السبت خد أجازة حوالي 6 ايام وهيرجع للقاهرة يوم الخميس عشان ينتظم في التدريبات الجمعية يوم الجمعة بقرة على فكرة فيه أجازة مفيش تدريبات بقرة ولكن الدوليين بقرة موجودين في التدريبات الجمعية لان هم كانوا واخدين أجازة حوالي 6 ايام بعد عودة المنتخب من الكودفور بالمناسبة النهاردة يمكن كلها لعمل اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعة قدامنا كمان هو ياسر إبراهيم للأسف يعني ما خدش أي نسبة مشاركة في كأس الأمم لكن بإذن الله ياسر يكون في معنويات عالية جدا ويكون مع النادي الأهلي حاضر بإذن الله في لقاء شباب بولوزدات النهاردة ميشيل ينكن مدارب حراس المرمى كان بيقود التدريبات للحراس الرباعي مصطفى شبير حمز علاء محمود الزنفلي مصطفى مخلوف في فقرات بدنية قدامكم وممكن الحراس إن شاء الله يكونوا بخير ومتواجدين إن شاء الله في مباراة الشباب بولوزداد في الجزائر نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاية مباراة ودية مع اسموحة كانت نخالد بيبو مدير الكرة طلع أشهد بالتجربة الودية وقال إنها كانت مهمة جدا في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بولوزداد وقال إن الفريق خض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعد الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة اللي جاية واللي بدأت أصلا منذ معسكر الإمارات اللي تخللوا مباراتين وديتين الجميل في المعسكر والجميل في المباراة الودية أنتوني مودست تعلق في هذه اللقاءات وأحرز ثلاث أهداف وده معدل تهديفي مميز في المباراة الودية ثلاث أهداف في ثلاث مباراة نتمنى نشوف ده بشكل رسمي في المباراة الرسمية النهاردة محمد الشناوي على فكرة كان متواجد في المران عشان يبدأ يشوف مع الجهاز الطبي مراحل البرنامج التأهيلي وغالما بنسبة كبيرة الشناوي هيعمل تأهيل في الفترة اللي جاية تحديدا ممكن بنسبة كبيرة في قطر لأنه عايز يعني يقدر يخلص بسرعة مرحلة التأهيل عشان يتواجد مع النادي الأهل بإذن الله قبل شهر خمسة مهم جدا أنه يعني محمد الشناوي يتواجد مع الفريق في الفترة اللي جاية وبالتأكيد يعني بيدعم كل زملائه خراس المر النهاردة كانت في قياسات بدنية وطبية على فكرة للعبين الدوليين بعد فترة الراحة كان لازم تتعامل قياسات لكل اللعبين النهاردة الدوليين خاصة بعد فترة الراحة وعودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة ودي كانت تصريحات مهمة بين الدكتور أحمد جبلة طبيب فريق النادي الأهل بقرة الأهل راحة صلبية مع عدد الدوليين هيشاركوا في التدريبات الجامعية طب تعالوا كده نتكلم سريعا قبل ما نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحنا أنه كان سؤال مهم جدا على فكرة مين الأنسب لقيادة المنتخب أو رأيك من الأفضل بعد رحيل فيتوري بولوزداد عشان الناس بس مش واخدة بالا ومش مركزة وفي أمور أنا عارف شغلة بال الناس الأهل اللي رايح يلاقي شاباب بولوزداد يوم الجمعة بعد اللي جاية في دورة أبطال إفريقيا وشباب بولوزداد بيلعب الدوري الجزائري يعني الأهل كان الدوري المصري متوقف والأهل ملعبش مباريات كأس الرط الفريق خاد راحة صلبية لعب مباريات تودية في الإمارات في القاهرة ولكن شباب بولوزداد منذ توقف الدوري المصري لانشغال المنتخب بكأس الأمم اللي جاية كانت بتلعب دوري وشباب بولوزداد لعب حوالي ست مباريات في الفترة الأخيرة تعالوا نبص نشوف بولوزداد عمل ايه في الفترة اللي فاتت لأن ده مقياس مهم جدا فني وبدني بدني هم جهزين لمباراة الأهلي فني نتائجهم ما كانتش نتائج جيدة فعنشوف بالازداد عمل ايه يوم 14 يناير لعب مباراة مع مردية جزائر وده مباراة قيمة في الدور الجزائري تعادل سلبي 19 يناير لعب مع أولمبي الشلف وتعادل سلبي 23 يناير كانت مباراة مع أجل من الجولة التمنى ولعب مع التحدي بسكارة وخلص تعادل سلبي يوم 27 يناير كسب شبابة الثورة 3-1 يوم 30 يناير كسب مردية وهران 2-0 وده نتيجة مهمة جدا تبايل لك أن بلوزداد يعني لعب مباراة كبيرة على مردية وهران 4 فبراير خسر في مفاجأة من فريق مردية البيض 2-1 عنده مباراة يوم 9 فبراير بعد يومين عنده مباراة في الجولة الستاشر مع الاتحاد السوفي يعني شباب بلوزداد لعب ست مباريات في الفترة الحالية قبل مباريات الأهلي فبالتالي حزاري كل الحزر من هذا اللقاء لأن اللقاء مهم جدا كمان لو تشوفوا شباب بلوزداد جاب لعيب اسمه أيمن بقرة كان انتقل لصفوف شباب قسطنطينا فبالتالي عمل تدعيم في فترة يناير ولجع صوفيان بشار المدافع اللي كان بيلعب في الدور الكويتي ماتش صعب جدا يا جماعة ماتش الأهلي وشباب بلوزداد في الجزائر هم جاهزين لعب مباراة رسمية جابوا تدعيمات في بعض المراجز فماتش صعب جدا بلوزداد أربع نقط الأهلي خمس نقط فرد عايز أفرد لها مساحة مهمة جدا عشان نشوف الناس رأيها إيه في مسألة مين الأفضل أنه يتولى تدريب المنتخب بعد إقالة روي فيتوري القبطان والفنان الكبير نبيل الحلفاوي اللي دايما يعني إضافة كبيرة جدا لبرنامج التريند ودايما بنستفيد من قراءه قال في تعليقاته على سؤال حرقة برنامج التريند أتحيز للمدير الفني الوطني والاستثناء الوحيد هيرفي رونار أرى أن يتعفى في اتحاد القرى عن فرض مدرب على الاتحاد القادم بعد شهور خاصة في ظل إخفاقه السابق الحل تشكيل لجنة من أبرز المحللين والنقاد الموضوعيين يوضح كل عضو رأيه ومبرراته ثم يتلو هذا تصويت سري وربنا يقدم اللي فيه الخير ده تعليق مهم جدا من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي اللي اتكلم على فكرة أنا مع المدرب الوطني لكن أجنبي هيرفي رونار طبعا أنتوا عارفين في الساعات الأخيرة حصلت تغييرات كبيرة جدا من الكلام مع وكالاء هيرفي رونار إلى نقل الدفة لفكرة المدرب الوطني وشفتوا طبعا البيان الغريب اللي صدر أول مبارح إبراهيم بيقول أتمنى هذا الطاقم حسن شحاية مشرف للمنتخب حسام حسن مدير فني سيد عبدالحفيز مدير كورة محمد يوسف مدرب إبراهيم حسن مساعد مدرب عشان حسام مش هيسيب أخوه طيب ده رأي الناس طيب نشوف رأي تاني سامح بيقول مش مهم الاسم المهم يكون لديه الخبرات اللي تصنع الفارق لصالح القرى المصرية مدرب لديه خبرات كبيرة وعلى علم بالقرى الإفريقية التعليق ده تقول واحد من الاثنين تقول واحد من الاثنين يا كابتن محمد يوسف يا إما الكابتن حسام البدر وكابتن حسام البدر خد فترة ومنجحش فيها لكن الكابتن محمد يوسف هو المدير الفني المصري الوحيد حاليا اللي الاتحاد بيتكلم معاه هو اللي خد دوره أبطال إفريقيا ولكن الاخسيرات تصير في اتجاه آخر أحمد عبد الرحيم بيقول السلام عليكم كان ممكن يبقى مدرب أجنبي هيرفي رونار أو حتى كان يرجع كيروش تقريبا هيبقى حسام حسن يعني الناس كانت سعيدة جدا لما سمعت فكرة بس التفاوض مع هيرفي رونار إهاب بيقول أجنبي كيروش أو اسم آخر لكن مفيش مصري مؤهل للمنتخب أهلاوي وأفتخر دي تعليقات الناس ناصر بيقول السلام عليكم أتمنى لمنتخبنا هيرفي رونار وأتمنى التغيير والتقدم في قرة القدم المصرية دي تعليقات الناس أبو يوسف بصراحة في كتير حسام حسن حلم طولان محمد يوسف وشرط الجانب الإداري يكون على مستوى عالي السطر ده مهم جدا الجانب الإداري يكون على مستوى عالي دي نقطة مهمة جدا لأن الجزء الإداري مهم مع الجانب الفني والجانب الطبي يعني مش قصة مدرب المنتخب مين وبس مين الجهاز كله طيب أحمد بيقول أعتقد أن المدير الفني لازم يبقى مصري مع الاحترام الكامل للجميع ولكن لابد أن يكون مدرب حسن السير والسلوك وأخلاقياته عالية قبل مستوى الفني في التدريب حتى نتجنب مشاكل كبرى في المستقبل أنا عجبني جدا نوعي الناس والله في التعليقات سامح بيقول لو مصري يبقى الكابتل حسام حسن لو إفريقي يبقى بيتسو موسيماني لو عالمي يبقى الفرنسي هيرفي رونار دي تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه طبعا ما فيش حد يتفع على وجهة نظر واحدة يعني ما فيش حد يتفع على وجهة نظر واحدة أكيد هتسمع أراء متبينة وأراء متضربة ولكن ما بين السطور في تعليقات تقدر تقول لازم أعف عندها الجانب الإداري الجانب الفني السيرة الزاتية تفاصيل كتير جدا نقطة أخيرة أقولها قبل ما أختم معاكم حلقة النهاردة من برنامج التريند وإنت بتختار لازم تختار مدرب يشتغل في أفريقيا ونجح في أفريقيا وليه بصمات في أفريقيا لازم تختار معيار زي ده فكرة أنه يتم اختيار الكابتن محمد يوسف مدرب منتخب والنهاردة يسمع أسمع كلام بيتقال دلوقتي لغاية لما نشوف القرار الرسم طب تعال أمسك منتخب 2008 لأنه ممكن نجيب الكابتن أحمد الكاز مع الكابتن حسام يبقى كده القصة بعيدة تماما عن أي اختيار لأعلاقة بالعلم والتدريب وبالسير الزاتية أنا قلتها في أول الحلقة المركب في عرض البحر يتنجح وتنقذها يعملها تغرق بكل من يدير هذه المنظومة في الفترة الحرجة الحالية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء